شخصيات النجوم في حكيم باشا رمضان عشرين خمسة وعشرين تعالوا نعرف مع بعض شخصيات حكيم باشا المسلسل المنتظر حكيم باشا بيجمع أبطال مسلسل المعلم للمرة التانية فعمل فني مليان إصارة وتشويق النجم مصطفى شعبان هو بطل المسلسل وبيشارك مع النجوم دينا فؤاد، صهر الصيغ، أحمد صيام، محمد نجاتي، محمد العمروسي، سلوى عصمان أما عن قصة المسلسل وأحداثه المشوقة مصطفى شعبان بيجسد في حكيم باشا شخصية راجل شعبي وبالدور عليه أحداث المسلسل اللي مليانة صراعاته ومواقف مسيرة هيكون في تحديات كبيرة بين شخصيات المسلسل وده هيخلي الأحداث تتصاعد بشكل سريع أما سلوى عصمان وأحمد صيام سلوى عصمان هتلعب دور دجالة من السعيد ومتجوزة من أحمد صيام ومن المتوقع أن دورها هيكون مشوق جدا وليه تأثير كبير على أحداث المسلسل أما بالنسبة لمحمد نجاتي هيدخل في صراعات جديدة مع مصطفى شعبان ومتحمس جدا للعمل معه للمرة الثالثة بعد مزاج الخير وبابا المجال وفي حكيم باشا هيلعب شخصية بحر شاب سعدي من أنا ودوره هيكون مليان صراعات مع مصطفى شعبان وهيزيد المسلسل تشويه وبالنسبة لصهر الصيخ هتكون في تجربة جديدة في الدراما السعيدية اشتركوا في القناة